كمان مبارح سيد رئيس عبد الفتاح السيسي ايضا شارك في جلسة الطريق من جلاسكو الى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي في منتدى شباب العالم في الدورة الرابعة سيادة الرئيس قال ان مصر تحركت لمجبهة التغيرات المناخية وبتستعد ايضا في هذه المدينة في شرم الشيخ لاصطدافة قمة المناخ كاب 27 او كاب 27 وان الانسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الارض القادر على الاصلاح والاعمار وقال كمان ان قادة العالم قادرين على مجبهة مخاطر تغير المناخ خلال السنوات القادمة لو كلنا تصورنا او كلنا كدول والقطاع الخاص شاف الفرص اللي موجودة في عملية الاجراءات اللي بتتعامل لمجابة تغير المناخ هيتحرك وحيشتغل فيها هديكم برضو مثالين لحاجة احنا عملناها في مصر هنا وكانت بالنسبة لنا اتصور انها فرصة الدكتور مستفى تكلم على موضوع البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث اللي كان موجود فيها انا باتكلم على موضوع بقاله عشرات ويمكن مئات السنين محدش اقترب منه هنا في مصر احنا دخلنا في برنامج بقالنا اربع سنين لتطهير جميعها لتطهير هذه البحيرات ما العمل ده وحنا بنعمله هيترتب عليه تشغيل لناس القائمين على عملية التطهير ثم ايضا ستتحول هذه البحيرات الى طاقة اقتصادية مناسبة بعد ما يتم تطهيرها اشتركوا في القناة